يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملته القانونية متحدياً فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الأخيرة حيث قال فريق المحامين التابع لترامب في مؤتمر صحفي بمقر اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري قبل قليل قال أن بعض المدن الكبرى التي يسيطر عليها الديمقراطيين شهدت عمليات تزوير وأضاف محامو ترامب أنه تم منع المفتشين الجمهوريين من دخول مراكز الفرز مشيرين إلى أن ترامب كان من المستحيل أن يخسر أمام بايدن في فلاديلفيا وبنسلفينيا لو لا عمليات التزوير